على خط الأزمة المتصاعدة حديثا دخلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أمل ضبط النقاش وترشيده بما يحد من تفاقم الخلاف البيان الذي نشرته البعثة الأممية يشدد على أن المادة الخامسة عشرة من اتفاق سخيرت تفترض التشاور سلفا بين مجلسي النواب والأعلى للدولة قبل اختيار أي منصب سيدي مناسبة البيان انتخاب مجلس النواب لمحمد الشكري محافظا لمصر في ليبيا المركزي خطوة عدتها البعثة تراجعا إلى الوراء وضربا للجهود الأممية الساعية إلى توحيد المؤسسات لا بعثرتها كمقدمة للوصول إلى حل سياسي جامع موقف يصب في سياق المواقف المحلية المعارضة لخطوة مجلس النواب بدءا من رئيس المجلس الأعلى عبد الرحمن السوحلي الذي عد الخطوة تصرفا فرديا إلى محافظ المصرف المركزي في طرابلس والذي اعتبر تصويت مجلس النواب مخالفا لاتفاق سخيرات وعلى غرار النقاط الخلافية المتعددة بين فرقاء الأزمة شكلت هذه المسألة عنوانا آخر للخلاف الليبي الليبي فعلى خلاف المواقف المنددة الصادرة من طرابلس رحب مصرف ليبيا المركزي الموازي في البيضاء بانتخاب مجلس النواب لشكري ووفقا للمصرف الموازي ستكون هذه الخطوة بمنزلة اللبنة الأولى نحو توحيد المصرف المركزي ليعود إلى مساره الحقيقي اختيار مجلس النواب لمحافظ المصرف عملية تتجاوز في أهدافها الأبعاد الاقتصادية فهي خطوة ضمن خطوات أخرى هدفها تقويض الحل السياسي ومستلزمته لإبقاء الهيمنة العسكرية جاثمة على صدور اللبين